أكبر دليل أن الأكل بالنسبة لنا هو أهم وأمتع وأخطر حاجة في حياتنا هو أن كلامنا العادي نفسه بنحشر فيه الأكل في الفضية والمليانة بنحشيه كده بدون أي معنى يا بص شوش فان قلت إيه؟ قلت بنحشيه مفيش فايدة بص بقى بنعمل كده إزاي؟ مبدئياً الشغل في حياتنا في حد ذاته اسمه إيه؟ أكل عيش أها كده بالشكل المجرد ده بنشتغل ناخد فلوس نجيب بالفلوس عيش ناكله مكان الشغل اسمه إيه؟ اسمه محل أكل عيش يعني ما تفرقش بقى شركة بترول مكتب مأولات محل خردوات حلاء قهوة فرن آلي آه لا معلش الفرن الآلي هو محل أكل عيش فعلاً ده استثناء لكن أي حاجة في الدنيا بتبقى محل أكل عيش الطموحات بقى بتاعت إن الشغل ده أحقق بذاتي وأتطور فيه بتاع كل ده سيبك منه خالص هو باختصار اسمه محل أكل عيش لما تيجي تهدد حد التهديد من تحت لتحت كده يكفي إنك تستخدم طبقة صوت وطية مريبة تدايق عينيك وتقوله بالراحة كل عيش بس طبعاً لما يقولك كده تحس إنك عايز تقوله لأ تقول إنت الأول لأن إن شكلك حاطت فيه حاجة إيه الرعب ده؟ أو مثلاً لما حد يقولك ده ما يكلش معايا هو مين اللي ما يكلش؟ وما يكلش إيه؟ وليه؟ يعني ما يكلش معاك ده هل ده نوع من أنواع العقاب مثلاً إنه ما يكلش معاك؟ طب ما هيكل برا ما تخليك عادي كمان فيه مصطلح غريب جداً ما أعرفش الناس كلها اتفقت عليه إزاي يعني يقولك أنا لو ما خدتش معايا طبق حلويات وأنا رايح لقريبي الناس هتاكل وشي بغض النظر عن الصورة البصرية البشعة والوصف المريض لمجموعة من الزومبيز يأكل وش بني آدم عشان ما خدش معاها صانية حلويات شرقية وهو رايح عزومه مثلاً أو ما نققش عروسه مشكلتي إنه ليه وشه؟ يعني لو حدها يتوحش لدرجة إنه يبدأ يأكل أجزاء من أصحابه أو قريبه ما يأكل حتة عيدلة بقى مش وشه؟ ليه ما يبقاش مثلاً الناس كلت وركي؟ أو الناس كلتكتفي؟ أي حاجة؟ طبعاً في مجموعة مصطلحات خاصة بأكل الفلوس يقولك مثلاً بيأكل مال الناس طب ليه؟ يأخدوا بس يأخدوا يسرفوا ليه يأكلوا؟ ليه الزرواطة دي؟ أو يقولك بيأكل مال النبي لا دي قدرات خاصة ده بيسافر في الماضي يروح يأكل فلوس ناس تانية خالص زمان ويرجع تاني أو يقولك ده واكل حق إخواته في المراس طبعاً ده لو كان الوالد الله يرحمه سايبلوهم مزرعة فراخ أو علبة جبنة يبقى هو واكل حق إخواته فهم الفكرة؟ أو بيأكل ف واحدة غنضة فيهم هي معناها أنه مستغل وطماع وكسول ماشي لكن الكلام ما يركبش على بعضه إيه ميزة القتة؟ القتة ده شيء غريب جداً دعبانه عن خيار بس عنده هرمونات زيادة إيه ميزة أني يأكل في قتة؟ محلولة يعني إيه محلولة؟ محلولة إزاي بقى؟ طب القتة اللي مش محلولة شكلها عمل إزاي؟ يعني أنا أدخل على بنتي مثلاً قولها ها القتة دي مش محلولة ليه؟ عندك بتاع نيوم الخميس يلا حل القتة بسرعة هو ده النظام؟ هي د هي الفكرة؟ كمان طبعاً من المعروف أن أي حد بيضحك على حد لازم يبقى فيه أكل هيحصل في المنطقة دي أكل بعقل حلاوة ما وحشة ما مقززة ما لهاش أي معنى عقل بحلاوة يععي جداً يعني أو أكلني البلوزة طب قطة الخير والراجل هو عدال عيب إنت بقى البلوزة عندك من الحساسية؟ مش مشكلتنا الراجل عمل اللي عليه وجاب بلوزة وأكلك وخلاك تنبسط ما تشايلناش زنبك بقى أو أكلني الأوانطة حدت أكلت الأوانطة قبل كده؟ لا ده كلام مالوش مع معنى خلص ما هتحاولش تتتكر في إيه لا مفيش أوانطة ده إفلاس في الكلام فيه بلوزة أوكي الناس بتاكلها لكن إيه الأوانطة دي؟ أو مثلاً يقولك أكلني لحم ورماني عضم أنا مش عارف المشكلة في إنه رماء عضم يعني أنا أظن إن العتاب من باب أولى يكون على الرمي مثلاً يعني لو أكلك لحم ورماء كستيك مثلاً يبقى ظريف أو لو أكلك لحم ورماء كبيرجر ده يعدي يرميك مش مشكلة ما يأكلكش لحمة أصلاً تشتكي من موضوع العضم ليه؟ مش لطيف خ أنا بصراحة حكاية إننا ندخل الأكل دي في كل كلامنا أنا لا بلعها ولا هضمها هتقولي أمي الشغل نفسك ليه وقاعد ترغي في القصة دي عشان أنا يا أخي لما بسمع كلام عجيب دماغي بتفضل تاكلني يا أخي دماغي بتاكلني